السلام عليكم كنت من تكونوا بخير جبت لكم اليوم واحد المعصة لدي الرمضان تجي رائع لسان الضير غني عن تعريف هنا ينبدو في المقادر عندي معلقة عمره حبه حلاوه ومعلقة عمره ديال النافع نديرهم هنا يفكسرونا وندير كاس ديال العنبة ديال الماء من روبيني نديرهم يغلوه ويغلوه مزيان مزيان وغادي نصفيهم هنا بصفاية نحيد هدوك الحبيبات وناخد غير الماء اللي هو غادي نخدم به كيف ما كتشوفوه هنا يعتاني كاس لاروب وغادي نكمل هنا نحاشي بواحد الكاس وعلي حساب الدقيق ديالي وش غا يشرب ولا ما غا يشرب بالنسبة للدقيق عندي نسكيلو ديال دقيق فورس نوعية جيدة معلقة صغيرة ديال القرفة جمع معلقة كبار ديال الزبدة تكون بحرارة المطبخ تلاتة معلقة كبار ديال الزيت عادية نصف كاس مزهر ودك الكاس اللي صيبنا وقبصة ديال الملح وعندي هنا نصف خمارة بيضة كاملة وواحد معلقة ديال الساندة هنا غادي نبدو على بركتي الله غادي ناخد هذيك نصف خمارة غادي نديرها فقط دقيق وغادي ندير واحد القبصة ديال الملح بغيتو الضعف والمقادر كتجي مزيانة واد المعسلة كل شي كي يعرفها وكل شي كي يصيبها ما كتنستغنى وش عليها مع شبكية في رمدان دلت علاش الله نصيبها ونشاركها معاكم بنيسبة لهادي وقيدا الوقتاني تنشع الله رمدان جاي مبقى ليهوالو الله يدخلو علينا بصحة وسلامة يا ربي وعلى جميع المسلمين هنا غادي نضف كيف ما كتلكم معلقة صغيرة ديال القرفة وهناي الزبدة تكون بحرارة ديال المطبخ درسنا يجوج معالقة كبار ديال الزبدة وغادي نحاول بحلها غادي نرمل دقيق ديالي على هذا الشكل حتى غادي ندخل فيه هذيك الزبدة وما تقاش بينه من بعد غادي نضيف هنا يا الزيت زيت المائدة تعتدي المعالقة كبار هو الزيت الدور دياله كيعته واحد القرماشة كي يجونا مقرمشين يجونا زوينين رطبين ومقرمشين هنا نضفت بيضة كاملة كيلي كيبغي يستغنى على البيض وكيلي كيبغي يدير أصفر بيضة أنا استعملت بيضة كاملة بيتوا تستغنوا عليها ممكن وبيتوا تديروا أغير أصفر بيضة تديروها اخديت معلقة ديال الثاني ده مش كيجينا شوي العجينة ديالنا حلوه هيرا غادي نطفوها في العسل يعني غادي نشرب الحلاوه ديال العسل غير وكان درتها أنا زيتها في المقادر هنا ياخديت هذك الكاس اللي فيه طبخنا فيه نافع وحبس حلاوه بديت نخلط به وغادي نكمل هنا غادي نضيف هذك نص كاس كامل ديال مزهر وندخلو حتى هو مقا نجمع بالعاجين كي يعطي واحد البنة فنة رائعة هذ المزهر ومعها نافع ومعها حبة حلاوه صراحة كي يعطي واحد نكهة زوينة كتجي شبكية ديالنا كتجي مقاومة مزيان مزيان هنا كيفما كتشوفوا القرم ديال العجين را كي يكون رطب مخصوش يكون قاسح وهنايا خدمت غير بكاس اللارو بديل ديال دوك العشوب يعني ما نستعملش الكاس كامل ندرتها هنا ترتاح في واحد البلاستيك غدائي المدة بحالك نص ساعة ساعة تقدروش عجنوه وتخلي وترتاح على خاطرها حتي يرا ما فيهاش الخميرة بزاف يعني ما تخافوش منها فيها غير هذك نص خميرة نص باكية نص خنيشة مشي باكية نص خنيشة ديال الخميرة هناك نحاولو انقطعوهم لقطع متساوية بغيتو تستعينو بالميزان انا هنا قدرت اغرى قطع تغيبها لك عيني ميزاني ودرت هنا اه 18 قطع قدرت 18 وحده حيث غادي ندير وحده في قلب وحده غادي نصيبهم وحده في قلب وحده غادي نديرهم دوبين باش كي يجوا مورقين زيان من الداخل انا خديت واحد البلاتو ورشيت عليه النشا كيف ما كتشوفو ميزانة خديت النشا وهو اللي غادي نخدم به ما غاديش نستعمل الزيت كي اللي كي يبغي نستعمل الزيت انا ما استعملت وشدرت النشا وهناي غادرتهم مسرحتهم في البلاتو وغادي نعود نغطي عليهم ونخليهم مرتاحوا واحد عشرة ديال دقيق بحلاكاك حتى لربع ساعة ساعة فيه غادي نجي باش غادي نطلقهم هنا قدرت ضروري نطلقهم بالنشا باش مي تلاسقوش ليه هنا اختاريت نخدمهم في دقة وحده باش كي يجي دغية كننزربوا عليهم وكتجي الطريقة سهلة بحركة كنخدموهم في دقة وحده بايتوا تلقو العجينة على شكل تاخدو عجينة وحده وطلقوها مزيان كاملة كارية وتقطعو بش دائرة ولا بش مول تقطعو الدوائر انا استطلت غير هاكا كرايسات يعني تال الطريقة ديال بانه انكم تقطعو تلك جيزوينة هنا انضرت غرايسات وبنسبة للنشا كي يساعدني كيف ما كتشوفو انا طلقتهم ربعة في دقة وحده ونشا راها كي يساعدهم باش كي يتفكو مزيان يعني متخافوش منهم غير كترون شا را غادي تفكو معاكم زيان وهنا يا غادي نستمر او ثاني غادي نطلق ربعة في دقة وحده وداروري باستعمال ديال النشا كيف ما قلت لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اخطت المقلاة ما قررت اليوم بريد سحق حتى نشوفها بدأت تنشف عاد نقلبها الجهة لا تضيف على الشكل حيث ما يريد ان نهزهم يجب دول يدك ولكن نقطعهم يعني ما غاديش يجي الشكل ديالهم بين حيث غايت قطعوا على شكل مائل ما غاديش يجي الشكل ديالهم بين مشي مشكلة هنا غا نستمر غادي نطيبهم كاملين ونرجع معكم هنا يمنى طيبتهم درتهم في بلاتو رجعت عليهم بفوتا وبلاستيكا باش كي يبقاوا شادين فراسهم وكيبقاوا رطبين يعني ما خسناهم مشي نشفوا لينا حيث لان شادتين نشفت لينا هادا الرغيفة كتبقى تقطع في مني كنجي ونقطعوها بالموص ولا بالمقص كيبقوا يتقطعوا معانا هو خساس بقى رطبها خسوم يبقوا رطبين رطبين مزيان لكنتو غا تستعملوها بحالكة في الطيب وهم ما تستعملوهم حتى الغدلي تدعو لهم مزيان في بلاستيكا ولمن الأحسن حتى ترولوهم بحال هكا وتقطعوهم وتدعو لهم في بلاستيكا وتدعوهم في واحد سوبيرة تبقاوا طرييين مزيانين ولا تدعوهم حتى في الفريغو ما غاديش يخسروا معاكم هنها غادي نستعمل هنها كنرولي هادا الرغيفات هادو باش نقطعوهم وما تندروهم مش على شكل دائري تندروهم على شكل كارك كيف ما كتشوفوا معايا تندروهم على شكل مربع كنجمعوهم مربع ونقطعوهم هكا على شكل مائل يعني بالصمك اللي بغيتو كيلي كيبغيهم مرقاق كيلي كيبغيهم غلاق كيف ما قلت لكم انا درت جوج ديال الغيفات يعني باش يجيه دقتورق مزيان كيبانو مورقين مزيان من الداخل وممكن تستعملو المقص تقطعوهم غيب المقص و تديروهم في الحجم كيف ما قلت لكم يا صغار يا كبار بغيتو تديرو ورقة وحدة تديرو ورقة وحدة هنا غادي نسخم الزيت مزيان 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 تكون مزيان مزيان لسان الطير واللي غادي تقدر تطيب لينا فيها وتحمر مزيان كيف ما قلت لكم وعندي واحد عندي هنا هذيك القاملة درت فيها العسل باش غادي نسالين غادي نغن هزوم المقلة من ثمه وغادي نديرو ثمه باش يتشرب لينا العسل هنا غادي نخليهم يطيبوا يطيبوا مزيان يتحمروا كيتنفخوا كيتنفخوا شوية ضروري كيتنفخوا وكيجيهم مورقين ذاك النشال داخل كيساعدهم هادوك الرغيفة كيتورقوا كيتوسعوا على بضياتهم وكيبالين اذاliches التوراق من الداخل كيجعون جنبう بنان وكيجعون 도يد وكيف ماشوام البقاد Arabia ماكيقص ليان لازنجلان لالوز يعني مافيهم ا Понعم شئ شي لعشة كثيرة هنا واي كيف مكتشوفو من بعد ما تحمروا ليصني == غادي نحيد هذ الكيمية اللولى وغادي نضيرها باش تطفال أيضة وعاد غادي نعاود نكمل weigh التانية يجب ان يكونوا مذهبين يجب ان يكونوا مذهبين ونضيفهم من فوق حتى يتشربوا ونحيد القليه الثاني ونحيدها ونضيفهم فكس كاس بشي تسقطره ونضيفهم من العسل ونضيفهم بالجنجلان هذا هو الشكل النهائي كيف مشو المقادر ديالها زوينة ومقادر مضبوطة وكتعطي واحد البنة رائعة ديال اللي حبت حلاوة والنافع كيف ما قلت لكم كنت مننا تنال اعجاب ديالكم وان شاء الله تجربوها في هذا رمضان ان شاء الله لا يدخلوا علينا بصحة والسلامة يا ربي وراها كتجي مقرم شارمة كتجي شلاوية ولا شي حاجة يعني كتجي شاربة العسل وكتجي مقرم لمقرم شامزين كأنكم كتاكلوا في الشباكية شكرا لكم وشكرا لكل واحد خلام الوقت دياله وخلالي يتعليق وليك يشوفني جديد يعني ما تنسونيش من الشراك واللايك والبرتاج مع الأصدقاء والأحباب إلى فيديو قبل